صفحات فيسبوكية خاصة بعروض الزواج تنتهي بقضايا في المحاكم مسلاء مسنات تفاعلنا بجدية وشباب شاركوا للتسلية فقط وما خفي أعظم لا تزال عروض الزواج التي يتم إطلاقها مراراً وتكراراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة الفيسبوك قائمة بذاتها كما أنها في تطور مستمر ونظراً لذلك لما لاقته من تفاعلات إيجابية من قبل المقبلين على الزواج كما أنها ساهمت بدور كبير في ارتباط وزواج العديد من الشباب وجمعت بينهم في الحلال لكن هذا لا ينفي أنه يوجد جانب كبير منه تسبب في خلق مشاكل كبيرة بين المتحابين عبر الفيسبوك وصل حدها إلى أروقة العدالة تنشط بعض الجمعيات والفئات عبر الفيسبوك بصفة دائمة في مواضيع مختلفة وأهمها قصص التعارف والجمع بين الشخصين في الحلال حيث يقومون بفتح صفحات خاصة عبر الفضاء الأزرق الافتراضي تحت عنوان عروض زواج جزائرية في الحلال فالراغب أو الراغبة في الزواج يسجل عبر هذه الصفحات ويدون كل معلوماته الخاصة وينتظر أن يصي له رد إما من أصحاب الصفحة أو من عند المعجبين ويتم التعارف الذي قد ينجح ويتطور إلى الزواج كما قد يفشل وينتهي بفضائح كبيرة وقد لاقت هذه الصفحات استحسانا من قبل الكثير من الشباب والشابات الذين أخذوا الأمر بجدية وتفاعلوا مع الصفحات بصدقهم مصداقية لكن هذه الصفحات لا تخلو من السلبية فهناك من يشوه صورتها بتلاعباته وإشهاراته الكاذبة التي يقدمها عبره فيزعم أنه راغب في الزواج ويقدم معلومات عنه لا أساس لها من الصحة بهدف الإيقاع بالفتيات فقط فيقضي معهن بعض الوقت وينسحب بعدها من الصفحة وكما أن هناك الكثير من القصص التي انتهت بالزواج لكنه للأسف انتهى بالفشل لأنه لم يبنى على قواعد وأسس صحيحة وإنما تم بوعود وهي كتبت سطورها عبر محادثات فيسبوكية سواء من عند الشاب أو الشابة ليجدوا الواقع المر بعد الزواج والارتباط مباشرة فيلجأوا بعدها إلى الطلاق والانفصال في المحاكم وتشتيت الأسر التي بنيت أسسها على الفيسبوك وانتهت في العدلة والغريب في هذه الصفحات الفيسبوكية الخاصة بعروض الزواج أنها تمادت بشكل كبير ووصل بها الحد إلى تخصيص صفحات للمسنات اللائية بحثنا عن عرسان في عمر الظهور ولاقت هذه الأخرى إعجاب كبير من قبل الشباب والمراهقين أيضا الذين اختار بعضهم تتبع هذه الصفحات بهدف الضحك والفكاهة أما بعضهم الآخر فقد اتخذ الأمر بجدية وخاصة في ظل العروض المغرية التي قدمتها بعض المسنات فيها وتتعلق بمنح سيارة فخمة للشاب الذي سيتزوج بها وأخريات تتباهى بمساكن خاصة وفيلات بمسابح لكن غالبية الذين أطلقوا هذه العروض مجرد لصوص يقدمون عروضا مغرية للإيقاع بالشباب والاستهزاء بهم فقط والأمر نفسه بالنسبة للطرف الآخر من الشباب المستهدفي للزواج الذين يحددون مواعد مع المسنات ليلتقوا بهم ويتقدموا لخطبتهم لكن في نهاية المطاف يصخرون منهم ويتلاعبون بمشاعرهن كما يقومون بفضحهن على الفيسبوك